نحب عمان وسلطانها الحكيم عبر السنين وسعيدين بالتواصل معكم مشاهدين العزاء أهلا وسهلا بكم من جديد وكما وعدناكم سنبدأ هذا المساء الحديث عن بوابة عمان الاقتصادية هناك ميناء الدقم هذا المشروع الحيوي المهم الذي يربط عمان بحريا بعديد المحطات التجارية العالمية للحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتور عمر بن سالم الجابري وهو خبير اقتصادي دكتور عمر أهلا وسهلا بكم معنا أهلا وسهلا بكم احيانكم الله مرحبا قبل أن نتحدث عن ميناء الدقم بالتحديد دعنا نتحدث عن همية الموانئ في منظومة لوجستية العالمية بشكل عام وما الذي تمثله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما يخفى لأن الموانئ هي عامل أساسي في النقل التجاري بين معظم محطات العالم وطبعا تاريخ أمان تاريخ قديم من ناحية الملاحة البحرية والموانئ وعلى علم أيضا أن أمان كانت تشتهر بالتصدير النبان منذ ألاف السنين عن طريق ميناء سمهرم وعندنا ميناء صحار وتصدير النحاس وأيضا في سابق الزمان كانت الدول تستعمر الدول الأخرى بسبب المواقع الجغرافية الاستيلاء على هذه المواقع على هذه المواقع لأنها مهمة جدا في الملاحة البحرية وحركة التجارة حركة الموانئ حاليا تشكل أكثر من 13 تريليون دولار ويعني تعتبر الموانئ هي العامل الأساسي المهم في تصدير واستيراد البضائع ونقلها من وإلى كافة محطات العالم يعني رغم الدكتور التقدم لصار ويعني وجود وسائل جديدة أخرى غير البحار إلا أنه يعني حافظت المواقع على المتالة نعم وهي تعد مهمة لأنه هناك عدة اعتبارات منها طبعا الحجم فيه طبعا نقل ونقل بضائع يتم عن طريق البر وأيضا يتم عن طريق الجو ولكن تظل النقل البحري هو العامل الأساسي في عملية نقل البضائع ذات الأحجاب الكبيرة وأيضا ذات الكميات الضخمة من كافة أنحاء العالم نعم ولذلك أيضا هناك كثير من الدول تتنافس الحصول على صفقات تجارية وتحصل على إدارة لموانئ لرفض الاقتصادات تلك الدول نعم طيب دكتور يعني الشيء بالشيء يذكر اليوم وصول الملك ملكة البلجيكيين إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية ونعلم بأنه يعني في ميناء الدقم هناك أيضا مشروع عماني بلجيكي مشترك في الدقم من مأمول تحقيق أيضا من هذه الشراكة بين سلطنة عمان والجانب البلجيكي ضمن هذه الاتفاقية المشتركة طبعا لما يكون هناك شراكة استراتيجية بين عدد جهات نتكلم على السلطنة وهي طبعا ممثلة بمجموعة أسياد وأيضا نتكلم على الجانب البلجيكي الجانب البلجيكي طبعا عنده الخبرة العالمية الكافية في إدارة الموانئ الميناء البلجيكي هذا يعد ثاني أكبر موانئ أوروبا وطبعا لما أي جهة تريد تشارك جهة أخرى الأهم في المسألة هذه هي الاستفادة الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية تساعد كثيرا في تسريع نمو هذه الموانئ بهذه الشراكة نعم طيب دكتور يعني سلطنة عمان تعول طبعا في هذا الوقت بالتحديد على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وميناء الدقم بالتحديد لتنشيط الجانب الاقتصادي كميناء عالمي للتجارة العالمية وجلب الكثير من الاستثمارات وخطوط التجارة العالمية فحابين أيضا في هذه المساحة نتحدث عن همية الميناء ضمن هذه المنظومة الاقتصادية طبعا الميناء هو ميناء حديث ولكن مؤمل على أنه يكون ذو استفادة كبيرة ويكون ذو مساهمة كبيرة في الاقتصاد العماني والناتج المحلي الإجمالي الميناء بنفسه كميناء ما ممكن يؤدي دور بدون ما يكون هناك أيضا تكامل مع عدة قطاعات أخرى تشملها هذه المنطقة ومرافقها وطبعا من المهم جدا أن نذكر على أنه من خلال اطلاع على أكثر 50 ميناء عالمي من ناحية التشغيل معظم الموانئ هذه موجودة في آسيا بذكر على أنه ربما هناك ميناء في الولايات المتحدة من دول الخليج العربي الحمد لله صلالة واحدة من هذه الموانئ ميناء صلالة وميناء جدة وميناء جبل علي إذا كان طبعا هناك توجه للاستفادة من موقع ميناء الدقم وهو أفضل موقع من كل الموانئ الأخرى المتواجدة في المنطقة أنا أتوقع أنه طبعا هذا يكون من أفضل وأقوى الموانئ اللي ممكن يتم فيها حركة التصدير والاستيراد ونقل البضاع في الشتاء أنحاء العالم نعم وأنت تتحدث الآن دكتور نحن نتابع مع المشاهدين بعض من المرافق التي تتميز بها المنطقة الاقتصادية الخاصة أيضا وكيف تخدم أيضا ميناء الدقم طبعا هناك منشآت كثيرة ومرافق في المخطط منطقة الدقم هناك منطقة صناعية وهناك منطقة لوجستية ومنطقة خدمات وهناك أيضا منطقة الصناعات السمكية وهناك أيضا المطار وهناك المنطقة التعليمية ومنطقة السكانية من المؤمل أن هذه المنطقة يكون فيها من السكان ما يقارب حوالي 110 ألاف شخص أو نسمة وهذه لكلهم طبعا يكونوا من العاملين في تلك المنطقة فهذه كلها عوامل مهمة جدا يعني ترفض في الاقتصاد المحلي والعمالي نحن نتكلم على شركات عالمية ونتكلم على شركات محلية نتكلم على شركات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة هذه كلها بتستفيد من إدارة هذه المنطقة فهي مدينة متكاملة وأيضا كمية الاقتصادية كمية الانتاج الناتج المحلي التي ياتي منها متوقع أن تساهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي فهذا طبعا من ضمن خطة التي هي رؤية 2040 التي تتعلق بالتنوع الاقتصادي هذه مهمة جدا أيضا لعدم الاعتماد الكل على النفط كرافد أساسي للاقتصاد العماني نعم طيب دكتور يعني كيف يساعد أيضا الميناء في بناء شراكة مع الدول المجاورة أيضا وتحدثت أن هناك موانئ يعني ذات سمعة طيبة في المنطقة وعدتها ربما الموجودة فكيف هي عادة العلاقة بين الموانئ وكيف ممكن أيضا ميناء الدقم يستثمر أيضا هذا الموقع الاستراتيجي الذي ذكرت بأنه أفضلها من حيث الموقع والإمكانيات أيضا وفقا ما هو متاح له طبعا دائما دائما الشراكات هذه تعتمد على مبدأ الميزة التنافسية يعني ماذا أنا يكون عندي متوفر كميزة أقدر أستفيد منها وأفيد الجهة الأخرى التي أريد أن أقوم بالشراكة معها طبعا بما أننا عندنا الموقع جدا منافس وأيضا هذا يدل على أنه بيساعد في مسألة تخفيض التكاليف فكثرة الحركة تحتاج دائما تعاون بين الموانئ مثل ما يصير فيه تعاون بين المطارات أيضا أيضا الموانئ تحتاج أنه فيه تعاون لأنه بعض الأحيان تكون هناك فيه سهولة تنزيل البضائع ذهبها إلى الجهات الأخرى لا ننسى أنه أيضا افتتاح المنفذ البر بين السلطنة والمملكة العربية السعودية يساعد كثيرا أيضا في نقل البضائع التي تأتي من الدقم إلى شبه الجزيرة وبالعكس أيضا بحيث أن تكون عملية التصدير عملية سلسة وسهلة جدا ويتم بذلك أشغال الموانئ الأخرى بما هو يعني يفيدها في عملية نقل البضائع إلى الجهات الأخرى في شتاء الحال العالم كيف يمكن أيضا استثمار ميناء الدقم بكافة مرافقه ليقدم أيضا قيمة مضافة للمجتمع المحيط سواء في ولاية الدقم محافظة الوسطى وأيضا المحافظات القريبة على الأقل هو طبعا الحين الميناء أصلا بيوفر قيمة مضافة لكل السلطنة وطبعا بالأخص لما تكلم على المنطقة الوسطى أو محافظة الوسطى ومنطقة ولاية الدقم نحن نتحدث على أمور كثيرة تتعلق بمثلا توفير فرص عمل أيضا مساهمة في تنشيط حركة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من القيمة المضافة التي يعني الحين معظم الشركات الكبرى لديها دائرة القيمة المضافة التي تساعد المجتمع المحلي بحيث أن توفر فرص عمل وتوفر أيضا مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمليات وفي المناقصات التي تطرحها من أجل تزويد المنطقة بالخدمات والسلع والبضاع المطلوبة نعم هل هناك توجه ربما لصناعات نوعية تكون موجودة في هذه المنطقة بالتحديد؟ هو هناك كثير حقيقة يعني فيه منطقة صناعية نحن نتكلم الحين على حوالي 365 كم مربع خصصة للصناعات والمنطقة اللوجستية فهناك تنوع لأنه أنت الحين تخدم المنطقة تخدم نفسها وتخدم أيضا السلطنة وتخدم العالم كله من ناحية توفر العمليات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ولا ننسى أيضا عندنا أيضا الحوض الجاف الحوض الجاف هذا من أهم الأنشطة الاقتصادية المتوفرة في منطقة الدقم وهي أصبحت رافض أساسي جدا في مسألة توفير فرص عمل وأيضا تنوع الاقتصادي التي تتوجه إليه السلطنة نعم شكرا قزينا لك الدكتور عمر بن سالم الجابري خبير اقتصادي على كل هذه الإضاءات حول ميناء الدقم شكرا قزينا لك العفو أخي تحية لكم ومشاهدين الأعزاء هذا الحديث عن ميناء الدقم مستمر سنذهب إلى فاصل ثم نواصل فتفضلوا بالبقاء معنا أسياد البحار مكانة عريقة في تاريخ الملاحة البحرية في العالم موقع استراتيجي للسلطنة على البحار المفتوحة فرصة للموانئ البحرية العمانية بأن تلعب دورا كبيرا في التجارة الخارجية ومن تلك الأهمية تم إنجاز العديد من المشاريع اللوجستية خلال السنوات الماضية لتحسين مساهمة الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الاقتصاد العماني لقد تبنت الحكومة خلال العقود الماضية فكرة إنشاء عدة موانئ ومناطق اقتصادية وصناعية حرة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي في عدة محافظات عمانية بالإضافة إلى منطقة الدقم الاقتصادية التي تمثل مركزا تجاريا وصناعيا وخدميا في الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة وجميع هذه الموانئ والمناطق تمثل اليوم مؤسسات كبيرة لدعم المشاريع التي يتم إنشاؤها لخدمة البنية الأساسية في عدة قطاعات اقتصادية وخدمية تعزز دقل السلطنة وتعمل على مضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل ميناء الدقم بوابة الاقتصاد العماني وقبلة الاقتصاد العالمي المطل على أهم الممرات البحرية والذي سيكون مركزا لصناعة الهايدروجين الأخضر وتوزيعه فيما تجاوز عدد مستخدمي ميناء صحار أكثر من 2.2 مليار مستخدم وهذا ما يجعل الميناء ضمن الموانئ العالمية القليلة مجهزة بأرصفة المياه العميقة القادرة على التعامل مع أكبر السفن في العالم أما ميناء صلالة فهتميزوا بكونه واحدا من أكبر بوانئ الشحن وأسرعها نموا في المنطقة حيث حقق الميناء أرقاما قياسية استثنائية في العام الماضي واضعا معايير وطموحات أعلى وأفضل للمستقبل وفق البيانات الأخيرة فإن الموانئ العمانية ترتبط اليوم مع 86 ميناء تجاريا بشكل مباشر في أكثر من 40 دولة وعملية الاستيراد والتصدير لا تقتصر فقط من وإلى الموانئ الإقليمية بل تمتد لدول بعيدة تقع في قارات عديدة مع مختلف الموانئ العالمية لتصبح موانئ عمان بوابة للاقتصاد العالمي موسيقى 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 موسيقى